ازاي تقول انا عندي صدوعة او عندي مغس في عشر ثواني عندي صدوعة معناها I have a headache اما عندي مغس فمعناها I have a stomachache يعني ايه الكلمة دي الكلمة اللي بتطلق على الشيرت او القميص او البادي اللي البناب يلبسوه ويبقى مبين السره ومبين الجزء الاسفل من البطن فداي بق اسمه crop top crop top have you seen Sarah yesterday she was wearing a red beautiful crop top انت شوفتي صارا مبارح كانت لابسه crop top لونه احمر وشكله جميل جدا طبعا انا فرمضان ومنفعش حد بس crop top بس انا قلت ان دي معلومة لازم كل البنات تعرفها الفرق بين التلات دول في ديئة واحدة another وردت صادم مع الاشياء المفردة المعدودة وغير معدودة وممكن كمان تصادم مع الاشخاص بشرط انه يكون شخص واحد مفرد طبعا ثلاث عشان نفهم would you like another coffee يعني تحب تأخذ قهوة تاني فهنا كلمة coffee هي اسم مفرد غير معدود we will take another lesson tomorrow يعني احنا ناخد درسة تاني بكرة فهنا كلمة lesson هي اسم مفرد معدود اما بقى بالنسبة للمثال ده another man asked about you yesterday معناها هنا شخص تاني سأل عنك امبارح فكلمة another جاءت مع شخص مفرد وهو man other ويلي بتستخدم مع الاشياء الجمع this shirt is too short do you have it in other sizes القميص ده قصير جدا عندك منهم قاسات تانية اما بقى بالنسبة ل the other فريد السلام عشان لما كون بوصف حاجتين وعايز اقول حاجة والحاجة التانية فكلمة الحاجة التانية دي اسمها the other مثال بقى شامانتوش i have two brothers one is short the other is tall انا عندي اتنين اخوات واحد منهم قصير والتاني طويل اتمنى اكون استفدت تعلم انجليزي من فيديوهات التيكتاك can you roast the chicken yeah you dumb ass crossing the road ass ugly ass chicken طانت وفاقة في الفيديو ده قالت جملة بريئة قالت لها can you roast the chicken can you roast the chicken ودي معناها تعرف تشوي الفراخ لان كلمة roast معناها انك تشوي فراخ تشوي لحمة حاجة سيكت فهي بقى عملت حاجة غريبة جدا هي بدل ما تاخد الفراخ عشان تنظفها وتطلحها وتحطها في الصينية وتشويها لا هي اعرف تشتم وتطلح في السلسافيلي اللي جابوها يعني شويتها بالمعنى الحارفي وهو ده المعنى التاني لكلمة roast وهو انك تشوي حاجة حرفيا انك تمسح بكرامتها الارض فلو مثلا لو انت مثلا ماشي في الشارع وعكست بنت فهي رح تشتماك ومهزقك ومسحت بكرامتك الارض صاحبك اللي جنبك هيدحك عليك ويقولك she roasted you معناها انها مسحت بكرامتك الارض التيكتاك ما لان حاجات مفيدة مش بس هدحك وهزار ورأس وهلس تابعوني وان شاء الله احنا اللي هنطلع الفايدة من بطن العنب نطقها ومعناها في عشر ثواني بس you did it on purpose you did it on purpose you did it on purpose معناها انت قاصت تعملها انت عملت الحركة دي عن قصد قولي اذا كان استفدت منها ولا لا ازاي ننطق الكلمة دي مبدئين الكلمة دي معناها الف مبروك وهي بستخدمها علشان نهاني شخص بحاجة معينة يعني مثلا نجح في الامتحان تخرج من الجامعة عنده فرح عنده اي حاجة فبينهنيه بنقوله الف مبروك ده بالنسبة لمعناها طيب نطقها ازاي زي ما تعودنا في نطق اي كلمة صعبة بنقسمها لثلاث مقاطع في حالة الكلمة دي هنزقسمها بالشكل ده اتمنى تكون ادارت تنطقها دلوقتي وكالعادة لو عندك اي كلمة صعبة مش عارف تنطقها اكتبها ليه في التعليقات وهعمل بها فيديوهات ان شاء الله مستنيك يا طرق الفرق بين الكلمتين دول كل المختلف بين الكلمتين دول هو حرف واحد بس لكن في الحقيقة هو المعنى مختلف تماما والنطق كمان مختلف تماما فالكلمة الاولية دي اسمها butter butter ودي معناها زبدة والكلمة التانية اسمها better better ودي معناها بشكل افضل طب يدينا اجزامبل يعمل حاجة عشان نفهم إذا كنت تريد كيك افضل كيك افضل كيك افضل كيك افضل يعني لو عايز تعمل كيك افضل لازم تحط شوية زبدة اما بالنسبة للكلمة التانية فممكن تقول If you feel sick take some rest and you will feel better يعني لو انت حسيت ان انت عيان ارتاح شوية وهتبقى احسن اقول لي اذا كنت فهمت معناهم والفرق بينهم ولا لا واكتب كمان جملة على كل واحدة وسب هالي في التعليقات وهصل لحالك نستنيك ازاي تقول لحد ما تشوفش نفسك علينا في دقيقة واحدة لو عايز تقول لحد ما تستكبرش نفسك علينا وما تشوفش نفسك علينا وما تديش نفسك اكبر من حجمك هتقول له Don't overestimate yourself Don't overestimate yourself Don't overestimate yourself يعني متشوفش نفسك وم 혼� hyper since if you fall لو عايز تقول له وتقللش من نفسك او متقللش من قيمته نفسك وادى نفسك الحجم اللي تستحقه ستقول لهek Don't underestimate yourself Don't underestimate yourself يبقى لو عايز تقول له وتقللش من نفسك Don't underestimate yourself لو عايز تقول له ما تزودش حجم نفسك او ما تديش نفسك اكبر من حجمك ستقول له Don't overestimate yourself قول لي بقى في التعليقات اذا كنت انت من النوع اللي بيشوف نفسه على الناس ولا اللي بيقلل من قيمة نفسه ومنشن لحد من أصحابك وقل له كده ازاي تقول على شخص انه عنيد وثبت على مبدأه الشخص العنيد الثبت على مبدأه اللي عارف هو عايز ايه ومصر على انه ينجح اسمه opinionated opinionated طبعا احنا بنقولهش opinionated احنا بنقول opinionated if you want to succeed you should be opinionated يعني لو عايز تنجح لازم تثبت على موقفك وتصر على النجاح قل لي في التعليقات اذا كنت انت شخص opinionated ولا مش opinionated نستنيك انا سافج وكلاسي وبوجي ورات شت اكسنج استيوباد واتهابن ها واتهابن